السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من حلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد الإغاثة الإيمانية القرآني ولعلها بدأت تتكشف كثير من الأمور كلمنا عن الإمداد للإمداد للفؤاد للإغاثة الإيمانية يعني في أكتر من حلقة من حلقات اللي مرت وأرجو أن كنا تضح لنا الحقيقة أن إحنا مش في حالة عادية إحنا في حالة استثنائية لسنا في أوضاع عادية إيمانيا ولا منهجيا ولا بنائيا إحنا في أوضاع استثنائية للغاية ولذلك يمكن كثير كنت بقى مثلا أقول لبعض المعلمات اللي إحنا بنضربهم وبعض المعلمين الأفاضل والمعلمات الفضليات تقول يعني إحنا ما نبغيش إن إحنا نشتغل إلا على منهج الاستنقاذ والإغاثة يعني المسلم الحقيقي اللي يتفكر في الواقع الإيماني تحديدا حوالينا لأ هيدرك إن إحنا فعلا فعلا في أزمة ضخمة تحتاج إن إحنا ما نشتغلش على إننا في ظروف عادية إحنا نشتغل في ظروف استثنائية فيشتغل على منهج الإغاثة والاستنقاذ كيف أفهم كويس جدا إنه هو لما يتقاص أو يتكاسل أو يتوين أو يتأخر لا فعلا ممكن فيه روح تزهق إيمانيا روح تزهق إيمانيا بل بقى على المستوى الشخصي أنا والكلام بس صلاحا بس على المستوى الشخصي صلاحا صلاحا كل واحد فينا لازم أفاهم النهاردة إنه هو لما يبدأ يحس المشكلة أو تبدأ تظهر أزمة ما ينبغيش إنه يتأخر يعني مش دي القصة اللي هو أنت هتستنى عبل ما تروح مش شافه الدكتور بعد شهرين ثلاث لأ ده أنت لازم إنسان يروح على طول للوحي سريعا لأن فعلا لا الموضوع ما هيتطور بسرعة لأن فعلا إحنا في حالة يعني في حالة تطور بشكل غير عادي زي ما يمكن أشارت في الحلقات المواضية إحنا المؤزيات بتحيط بنا من كل جانب تتربص بنا إحنا ما عندناش الحقيقة يعني ما عندناش المناعة أو الحصان الكافية ما عندناش الإمداد الكافي بالمغزيات اللي نتمكن من خلاله وإنه نحن نبقى للمؤزيات ما هو أكمل إبعاد للمؤزيات يكون بالإمداد بالمغزيات تاني أكمل أكمل إبعاد للمؤزيات يكون بالإمداد بالمغزيات اللي هو ده يمنون عليه التطهير بالتطوير مش التطهير بالتطوير لما يجي التطوير يودي اللي هو النزع بالزرع اللي هو التنقية بالترقية اللي هو المكاثرة عند المكاثرة فاحنا ما عندناش الامداد الكافي ولا عندنا الامداد الصحيح الامداد اللازم زي ما حكيت أنا في اشكالات قبل كده ما عندناش الارواء بالمغذيات اللي ساعدنا على الارتقاء للمغذيات اللي مش مبطلة اللي هو إمكانياتهم في هزي الحرب رهيبة إمكانيات مادية إمكانيات معنوية إمكانيات تقنية غير عادية غير عادية فعلا يعني ما بقاش بقى النهاردة بيعيده لا ده هو في مبايلك بيوصل لبنك في قودة نومه بيوصل لبنتك يعني الموضوع ما بقاش إيه الواحد لا يكاد يأمن على نفسه صراحة من أكتر الحاجات الواحد بيرددها يعني نسال رب ينجيني وقال يم ما يعملون إن فعلا يعني الموضوع suited لما يصفها لما قال يعني بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال يفتناء كاقطة عليه المظلم يعني يلحقوا بسرعة يلحقوا يتسبأوا الفتن يتسبأكم والفتن دي نبي وصف أنها كاقطة عليه المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسك كافره ويمسك كافره ويصبح مؤمناً يعني رجل يصبح مؤمن يمسك كافر يبيع sibling وبعرض من الدنيا قليل هجوم الدنيا ده قصة تانية هجوم الدنيا ده قصة تانية يعني فكرة ان يأتي عن السنون الخدعات يصدق فيها الكازم دي أزم بس أزمة ضخمة ويكذب فيها الصدق طيب يؤتمن فيها الخار دي أزمة أزمة ضخمة يخدم فيها الأمين فكرة كمان ان ينطق الرويبضة قال الرجل السفيف يتكلام في أمر العام الرجل بالتافئ الحقيقة يعني احنا هو ده الأزمة ان انت عجالك مشك كتير وانت ما عالى مستوى بقى الزات والبيوتات والمستوى لانت نفسك المين والعمليين جاهز ولا بيوتاتك أو مؤسساتك أو مجتمعاتك جاهزة فطبيعا تبقى الحالة كده ما زيك حد يقول لي يا دكتور انت بنحنا تكلم عن كذا انت لازم كل حاجة ترده لكده طبعا لك كل حاجة ترده لكده ان هو قدي أزمة البشرية اذا كان البشرية فيها أزمة فده لازم يكون من سببها بشكل واضح وصريح احنا مش هندحك على نفسنا ساعتها الحقيقة احنا هنقدر ناخد بالنا لأ ان احنا لأ محتاجين الإغاثة محتاجين فعلا نستغيث ربنا محتاجين نستغيث ربنا هذه الإغاثة بقى انا كنت بقول الإغاثة الإيمانية دي احنا عايزين دلوقتي نغيث الإيمان عايزين نستنقذ الإيمان ما عليش ممكن بعض الأفضل الفضليات يقول لي ماشا دكتور كتا خيرك بس انت بتبالغ شوي وهو دا دايم المشكلة المشكلة نحنا بتعاملش مع المؤور بميزاء إما بنقع في فخ الطغيان أو فخ الخسراء اللي نتعاملون بميزاء إما نقع في فخ الطغيان أو فخ الخسراء رغم أن الله قال ألا تضغوا في الميزاء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزاء ألا تضغوا في الميزاء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزاء نحنا دايمان نعفخ الطغيان نفخ الخسراء وكل دا يعني يعني ينافي الميزاء الطغيان دا بنقول عليه أحيانا تضخيم وتهويل تضخيم وتهويل والخسراء نقول عليه تقزيم وتهوين نحن نضخم ما ليس بحقية تطخيل ونقزم ما ليس بحقية تقزيل نهول ما ليس بحقية تهويل ونهول ما ليس بحقية تهويل فده اللي بيحصل في الحقيقة تلاقي أيها الأزمات الإيمانية لما حد مثلا إذا حدث يتكلم فيها ما تكبرش المواضية أنت مش عارف ليه أنت إيه الحكاية إحنا قلنا إحنا مش بنتكلم علشان نبث اليأس والإحباط إحنا نتكلم علشان علشان يحصل اليقظة والنشاط علشان نستفيق نستفيق من من الأوهام نستفيق من تبريد التقصير نفوق نخد بالنا من نفسنا نخد بالنا من ولادنا نعرف إحنا إلى أي مدى الحمد لله مأسرناش ربنا ولادنا أحسن تربية واعلنناه ما أحسن تعليم ربيته أحسن تربية إيه؟ تربية البدنية طب علمته أحسن تعليم إيه؟ تعليم العمر فين بقى تربية أو بناء إيمانه فين حتى وجدنيا فين التعليم الإيماني التعليم الإيماني الصحيح السليم بالمنهاج السليم يعني هو التعليم التعليم ده مش مجرى التعليم لا التعليم السليم بالمنهاج السليم إنما لما يبقى التعليم للأسف الشديد مش قويت بنهاج سقيم المنهاج واضح بنهاج النبوة النهاج النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعمل علم الناس كده معنا ومبنى علم وعمل صلاح وإصلاح بل سبحان الله دي واحدة من الحاجات برضو الفكرة تصلاحها الإصلاح الناس لا أمامها لأنه بتعلم التعليم الإيماني تفين بقى جهود الإصلاحية الإصلاح ده ربنا بيثبت به سبحان الله الإصلاح ده ربنا بيثبت به بيثبت به الإنسان بيثبت بالقلوب وشوفوا الحاجات اللي ربنا ذكر وكلنا نقص عليك بأن بيروس المعين وثبته به في وقت يعني المهم فلما إحنا نكون في كنف هذه الإشكالية وفي كنف هذه الحالة من الطبيعي جدا نحن كن محتاجين إغاثة والمستوى اللي نتحرك عليه ما يقلش عن مستوى الإغاثة على مستوى على مستوى الاستنقاذ أو الإنقاذ ده صراحة أحد أنسان كان في أفوسنا وفي غير أنا بقى بقول نهاردة فيه أطرحات كتيرة لهذه الإغاثة الإيمانية ومجهودات الحمد لله ربعا عمين يعني كبيرة أحسن الله اللي قام به لكن الحقيقة في ناس بتتصور نحن نغيث إيمان هذا الإنسان وخصوم بقى الإيمان اللي هو في إشكاء اللي فيه بقى فيه وساوس فيه هلاوس فيه أي أن كان فيه في شكوك فيه ونحن نغيثه بإيه نغيثه بمحاورات منطقية مثلا جدالات فلسفية مثلا سجالات فكرية أجبب ما يعني كان موجود في تاريخنا في فترة من الفترات ولا أزاق اللي تمتداداته بمسمي علم الكلام والفلسفة أنا نغيثه بكلام طب أنا برضو بتسأل يا جماعة الخير ببساطة شديدة جدا جدا يعني الإيمان ده مش مسألة دينية الإيمان ده مش مسألة متعلقة بالوعي ليه ما يكونش الإغاثة بالقرآن بشكل صريح ليه ما يكونش الإغاثة بالقرآن ليه ما يكونش القرآن هو يعني هو هو المغيث في هذا اللي هنستعمله هو المغزي اللي هنمد به فيعمل الإغاثة عشان كده كنت بقول ولأن الله تعالى لن ينزل بعد القرآن كتابا آخر ولن يبعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسولا آخر وبما أن الله يعلم أن ذلك يحصل ولا يخفى عليه منه خافية إذن لا بد أن يكون الوحي قد جاء بأفضل ما تواجه به تلك المشكلات وتقطع أو نقطع به دابرها يعني وفيش كده تاني نازلة خلاص ما فيش رسل تاني تبعث إذن لا بد أن كل هذا الذي سيستجد لا بد أن كل هذا الذي سيستجد وسيلومه بنا لا بد أن الوحي قد جاء بأفضل ما نواجه به تلك المشكلات ونقطع به دابرها قال ربي سبحانه بحمد ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء مش بس يتليقى مش مجرد إبانة مش مش الدور الأبانة بس وهدى ورحمته وبشرى للمسلمين أنا حتى جبت ديع المسلمين عشان كل المسلمين مش بقى المؤمنين والمحسين المسلمين ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء أي حاجة أي حاجة ستعرض لنا هي هنا في الوحي ليه نلف منه شمال تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين مش بس مجرد تبيان تبيان بقى لا ده هدى رحمة بشرة للمسلمين لكن الاسف الشديد لما اهملنا معاني الوحي المنوعمل يعني دايما العبارة اللي بيرددها بقول غفلنا عن ان كل مشكلة نحياها سببها آية او سورة اهملناها او منهجها ما رأينا يعني الاسف الشديد مفروض منطلق من هنا وانا برضو انا باستغرب من الافاضل الفضايات ما يكونش ده مطلقه من الاساس انا عارف الحمد لله ان هم احسن مني في كده فيما هم فيه وعارف ان هم مش متحمدين كده ولا قصودوا كده وربما وجهات نظر عندهم بس ليه ليه وجهات نظر ليه نروح لهذا العالم احنا مباشرة نروح الوحي وانا الكلمة المساء دي في التفصيل والتفصيل هنشوف فعلا اثرها اثرها حتى علميا عمليا واقعيا عشان كده بقول فلما شرعنا في المواجهة والمكافحة انطلقنا من المصادر غير الوحي دي كانت الازمة الازمة والصدمة مش بس الازمة ايه الصدمة ان احنا في مواجهة هذه الازمة ان شوف حل بقى لا ده في مواجهة الازمة كان الحل صدمة انطلقنا من مصادر غير الوحي وسلكنا طرائق ومنهجيات غير طريقة الوحي ومنهجيته فنجحنا في مرات واخفقنا في اخرى فتوهم البعض ان الوحي انهزم والحقيقة ان بعض من ينتسبون اليه هم الذين انهزم دي الازمة ان البعض قال لا اما وزو كده والوحي ما جابش نتيجة والدنيا مش عارف ايه وربما مش مناسب هنا انشوف الناس اكسبنا اخرى فتوهم البعض ان تلك الامور لا تواجه بالوحي وان الانسب لها المناقشات المنطقية والمحاورات الفلسفية والمجادلات الكلامية متعللين بان الشخص الذي نكلمه اصلا لديه مشكلة مع الوحي ماشي هو لديه مشكلة مع الوحي بس هو ما عندوش مشكلة مع الطريق ان استعمل الطريق لاستعمالها الوحي في تقرير الحقائق عادي ما مش لازم اقول كل انسان بينطلق من حقائقه ذلك المتشكك او المنكر لديه مشكلة في تصديق الاخبار التي جاء بها الوحي لكن لا يملك ان يكون لديه مشكلة في الطريقة التي تستعمل الوحي في تقرير الحقائق لديه مشكلة مثلا في اليقين في الخبر الذي يتحدث عن وجود الله هو ايه يقول لك الخبر اللي تحذر رب ما تثبيت ليش وجود ربنا بالخبر طب ماشي ما عندوش مشكلة لما اجبه استعمل المحاورات اللي استعملها القرآن ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون وخلقوا استعملت الارض بل ايه يقينون طب ايه محاور في الدنيا يستمد طرائقه واساليبه من اي مصدر شاء واحنا لمنين اطالع القرآن هنلاقيه حريص جدا على ابراز الدلائل والشواهد وفعلا العمل على مدارج اليقين ومعارج اليقين لدرجة ان احنا نحس ان هو كأنه نازل لغير المسلم طب ازاي بقى القرآن فعلا يعني ادوار القرآن في هذه الاغاثة ازاي القرآن فعلا هو احسن يعني ما نستعمله في هذه الاغاثة الايمانية في الامداد في امداد الفؤاد في مواجد هذه المشكلات ده اللي نحاول ان شاء الله نستعرضه في الحلقات اللي جاية وحضراتكم هتصبروا علينا فيه زي ما تصبرنا كده على التحليل محتاجين برضو تصبر شوية على الحلول او يعني اصول الحلول فنفهم ازاي فعلا القرآن ممكن يحل وادواره في كده ايه ده ان شاء الله نستعرضه في الحلقات القادمة قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم لكم سبحانك الله من ربنا بحمدك أشهد الله إليه لأنت استغفرك واتب إليك ودنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد الله